بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام علي سينا محمد النبي المصدر الكريم وعلى آله وصحبه وسلم الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور ورحمة الله ويدلعباد إذن نقطة التجمع لجيوش المسلمين الأربعة كانت في منطقة سرق السرق اللي نسموها الآن مدورة السرق ما هو السرق السرق في اللغة هو لبلوبة العنب لأنه كانت هذه كروم وكانت واحات نخيل وأنا شخصيا وقفت على هذه النبعة مقطوعة بالصخر لكن الآن جافة وقفت عليها قبل سنوات بعيدة لأن قرأت عنها وروحت أشوفها وجدتها موجودة لحد الآن لا تزال ووجدت أيضا لا تزال فيه آثار لحوط حوطة كبيرة حولها يعني هاي كان يبدون هكالة الاستراحة الجوش أو يعني المهم هاي أرض كانت عاملة لكن مين كان هناك في منطقة الجنوب يعني كما تقول سرق 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 إليها مدورة انت بتحكي عن الديسة وانت تحكي عن رم وبتحكي عن حسمة هاي كل اسمها تاريخ العربي والجغرافي العربي اسمها كل حسمة حسمة ليت دم المدورة ووادي رم وديسة وهاي المناطق من البحر الأحمر إليه انتصل لتبوك هاي المناطق كلها اسمها الديسة وتطلع فوق لعند منطقة بطن وغول اللي هي يعني خمسة وربعين كيلو متر الجنوبي معا فإذن هذي كان منه القبائل كان أشهر القبائل وأقوى القبائل التي كانت من هذي كانت اللي هما قضاعة قضاعة قبيلة عظيمة قضاعة قبيلة عظيمة وجذام جذام هما قوم سيدنا شعيب وبني كلب وبني كلب وبني عاملة اللي هما الآن أسلاف العوامل الأردنيين الحاليين كانت هذه القبائل القبائل القوية مثلا عندك من بني كلب من بني كلب ظهر وسامة بن زيد وزيد بن حارثة ودحي الكلب رضي الله عنهم وضر من الصحابة الأجلاء يعني ذلك يعني في ناس منهم أسلم وجذام أيضا ظهر منهم مين ظهر أبو فروى الجذامي اللي هو كان يعني والي البلقاء وكان مركزه في عمان لكنه تحرك إلى العاصمة الأخرى إلى عاصمة العملية اللي هي معان وأسلموا وصلبوا على عفرة إذن هذه القبيلة إذا إلها علاقة بالإسلام وقباغة وقباغة أيضا هذه القبيلة أكبر قبيلة في منطقة الأوتن كانت في عيني كمان كان في كثير منهم كان في أسلم من قضاء بلي مثلا وغيرهم فإذا هذه القبائل كان إلها علاقة بالإسلام وكان أصلا رسول صلى الله عليه وسلم سيّر عليهم سراية سيارة على جذام لما نهبوا أبو دحية الكلبي وهو قادم من إمبراطور الروم ومر فيهم ونهبوا بعدين ود عليهم وأسرهم وبهدلهم وبعدين استشفعوا فيه وتركهم وقالهم مع السلام فهم كانوا مينين الإسلام هؤلاء الناس كان الرومان يتعاملوا معهم لأنهم عشائر قوية وبالتالي يقدروش يزعلهم يعني الرومان لا يستطيعوا إغضاب هؤلاء الناس ولذلك هم كمان لا يريدون الرومان هم يريدون أن يتحرروا من الرومان وهذا الجيوش القادم هي جيوش عربية جيوش مسلمة جيوش محترمة جيوش تحافظ على الناس ما تقطع شجرهم ما تقتلهم ما تأسر أولادهم ما تسبسي نساهم وبالتالي كانوا بين أمرين إما يعني عشائرنا اللي هون إما مؤيد للإسلام علىنا أو صمتا وإما محايد يقول لك أما لا ليس أي منهم مع الرومان فذلك الرومان بعد معركة موتة انهزموا من منطقة جنوب الأردن كولياتا اللي هي منطقة ثمود اللي هي من شمال المدينة المنورة إلى انتصل عند وادي الموجب وادي الحسا ولذلك يعني ضل هذه القبائل رحبت القبائل هذه الأردنية رحبت بالجيوش الإسلامية وقال لك يا ولد في مثل الأردني يقول لك يا أخي إذا قالوا صخرة قولوا معونة عارفين أنه بدهم يغضروا المهارب لأنهم بدهم يخرصوا من الروم وبدهم يحرروا بلدهم الروم فالأردن لا يمكن يقبل الاحتلال حتى لو بعد أربعمل سنة اللي هي مدة احتلال الروم والحديث بقيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا